سوي يا جماعة عالم سيد الخواتم سوف يعود إلى الساحة من جديد وأنا مجالسة أتكلم عن مسالسة لا 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 أتكلم عن فيلم جديد من عالم سيد الخواتم وأسف أني حمستك يعني أقدر أنك ممكن إيش غيرت جلستك ومنتظر الخبر حلو لا مش فيلم حي أنيميشن أنيميشن رسمه تحركة أنيمي سمها اللي تبغاه ولو تحبون شوفونا التريلر موجود على اليوتيوب يعني الناس مرز علانة أنه لماذا هو إيش فيه يعني ليش ما عملته فيلم حي إيش فيه بالعكس فيه جمهور ترى الجمهور متعطش جدا لأي فيلم حي من عالم سيد الخواتم ولا أدري صراحة هو الموضوع موضوع ميزانيات وإلا الموضوع موضوع ثقة أنهم معادهم واثقين الناس بتيجي ولا ما بتجي بعد المسلسل والحوز اللي سوا في الموسم الأول ما عرف عموما يا جماعة فيلم الأنيميشن لسيد الخواتم قادم إن شاء الله لصلاة السينما يوم 18 ديسمبر من هذه السنة ورح تكون مدة الفيلم ساعتين واللي بيخلي الفيلم يعني ممكن إيش نتفائل كذا له وإنه المخرج اللي بيخرجه راح يكون كانجي كامياما واللي سبق واشتغل مع أعمال أنيمي وأنيميشن مرة عملاقة مثل الأنيمي الشهير اللي نزل في أواخر الثمانينات أكيرا أو أكيرا أعرفوه بس ما تابعتوه فأنتظروا نشوفه وإحنا ورانا حيقة وهذه هي النظرة الأولى لفريق ثاندربولتس يا جماعة واللي يفترض أنهم راح يكونوا خارجين عن القانون أو أشرار طبعا بتلاحظون في الصورة مجموعة شخصيات كابتن أمريكا منشي إن وكابتن روسيا نسيت اسمه ولكن ظهر في فيلم بلاك ويدو وشخصية غوست اللي ظهرت في فيلم أينتمان وبلاك ويدو الجديدة كل دا كوم وباكي أو جند الشتاء وينتر سولجر كوم ثاني ليش باكي مع أولاد المنيب قايل هذولي ليه إن شاء الله أنه ما نغسل دماغه مرة ثانية بس عموني جماعة فيلم ثاندربولتس بإذن الله راح ينزل في سنة 2025 والتاريخ المتوقع اللي إصداره إلى الآن هو شهر مايو مش أكيد ممكن يتغير ممكن يتبدله ولكن حاليا يقولك شهر مايو في سنة 2025 مرة بعيد حوالي عشرة شهور انسى الموضوع والنظرة الأولى كمان لشخصية ريد هولك أو هولك الأحمر يا جماعة واللي راح يكون أول ظهور له في فيلم كابتن أمريكا الجزء الرابع أو كابتن أمريكا برايف نيو وورد شوفوا يا جماعة ريد هولك أنا حاجة كنت متحمس لها من زمان الأمور طيبة كل شي تمام بس تدرون أنا قلقان عليش أنا قلقان على سام كابتن أمريكا الجديد يا أبويا إيش بيسوي إيش بيسوي ضعيف الله ترى عكس كابتن أمريكا اللي هو ستيف روجر ستيف روجر كان سوبر سولجر عنده تجدد في الخلايا وقوة خارقة سام ضعيف والله ممعان لا جنحته إيش بيتسوي ضد ريد هولك إذا ثور هو ثور ثور حاكم الرعد من آسجارد كان يا رجل يعافر معافرة مع هولكا الأخضر جينا على هولكا الأحمر ولكن ما نقول إلا الله يرحمك أعفونا الله يعطيك الصحة والعافية يا سام وإنجالها تتخرج مع ريد هولك أنيويز يا جماعة فيلم كابتن أمريكا برايف نيو وورد قادم بعد ستة شهور وابد تحديد في شهر فبراير من سنة ألفين وخمسة وعشرين وترى عملت له تريلر رياكشن موجود عندي في القناة لو حاب تشوف وسونيك الجزء الثالثي جماعة واصل لها الإعلان أو التريلر الرسمي يقدرون برضو تشوفونا على اليوتيوب وأنا بحاول أحط لكم لقطات قد ما أقدر بس اليوتيوب مضيقين علينا يا ولد كل ما أحط شوية لقطات بوم كوبيرايت عشان كذا معاد بني قادر أستخدم فيديوهات كثير وأنا نزل الأخبار بس صور عموما يا جماعة الجدير بالذكر كون سلسلة سونيك من أنجح السلاسل صراحة اللي قاعدة تنزل مؤخرا واللي قدرت أنها تنال على إعجاب الجمهور وترضي تطلعات المستثمرين الجزء الثالث هذه جماعة راح تظهر فيه شخصية شادو اللي كنا نقول له إحنا صغار إيش سونيك الأسود أيوة وخمن معايا مين راح يكون مؤدي شخصية شادو أو سونيك الأسود جون ويك عفوا كيانو ريفز مؤدي شخصية جون ويك كلام كبير عموما يا جماعة الفيلم قادم إلى صلاة السينما بإذن الله في شهر ديسمبر من هذه السنة يعني كمان أربع شهور كذا ولو تحب تتابع أول جزئين من سونيك ترى مرة مغلط لطيفة خفيفة ضريفة مضحكة تقدر تشوفها حتى مع العيلة يعني وعلى أطار الأنيمي أو الأنيميشن أو الرسومة المتحركة ترميناتر يا جماعة ياب فاكرين ترميناتر واحدة من أشهر السلاسل على مرة العصور واللي بدأت بشكل أسطوري وانتهت بشكل فوضوي بسبب الفرنشايز وبسبب أم الحلب اللي ما له لازمة عموما يا جماعة أحب أقول لكم أنه نزل مسلسل أنيميشن برضه ياب أنيميشن أو أنيمي أي في كل واحد نزل مسلسل أنيميشن لترميناتر مكون من ثمان حلقات على منصة نتفليكس ومبدئيا المسلسل أخذ تقييم سبعة من عشر سبعة من عشر على المسلسل العيب كلت أدب هذه معناته فوضى معناته سبه لا لا بس عادي إذا بتروح تشوفه روح وبشكل عام ما أدلي لو أنتم ملاحظين ولا لا بس نتفليكس مؤخرا بدأت تتوجه للشغل مع الأنيمياتر اليابانيين وأتوقع الموضوع له علاقة بالتكلفة تكلفة الأنيمياتر اليابانيين عكس الأنيمياتر في هوليوود قبل فترة أنيمي توم برايدر والحين أنيمي ترميناتر والجاي كمان بيكون أكثر وتذكروا كلامي جالسين لعبوها صح نتفليكس كيف توفر فلوس وتخرج بعمل إيش ممتاز وما وفره فلوس بس ما خرجه بعمل ممتاز وصرح المخرج كوينتين تارنتينو يا جماعة قبل فترة يعني مش بعيدة بتصريح غريب شوية مش غريب شوية بس تعرفون هو يحب يثير الجدل بين فترة وفترة يرمي كده تصريحه يفقع وللأمانة تصريحه هذا أعجب كثير من المجتمع السينمائي على غير العادة يقول تارنتينو أنه سلسلة حكاية لعبة أو توي ستوري تعتبر واحدة من أفضل السلاسل اللي تابعها على الإطلاق أتفق معك يا أمو تارنتينو شكرا لك وبالنسبة له حكاية لعبة أو توي ستوري الجزء الثالث كان من أفضل الأفلام واللي أعطت نهاية جدا أسطورية لسلسلة بدأت بشكل أسطوري وانتهت بشكل أسطوري وكمل كلامه يقول أنا ما أعرف ليش في جزء رابع ما تابعته ولا بتابعه ولا مهتم تابعه بالنسبة لي توي ستوري انتهى بالجزء الثالث وجهة نظر وتحترم يا بش مهندسك بس من وجهة نظر يولي الأمانة الجزء الرابع من توي ستوري مرة كان رهيب بالعكس مرة مبسط فيه كان فيه نضج واضح للشخصيات وتطور في القصة ومرة كان شي رهيب واللي أنا خايف منه فعلا الجزء الخامس الجزء الخامس من توي ستوري صراحة مثير للقلق وصح أنه ديزني وعدتنا أنهم راح يركزوا على أعمالهم وعلى جودة القصص ومن ذا الكلام بس صراحة في وجود وظلة لجندة والخربيط اللي صايرها أنا ما أعرف صراحة إيش مصير توي ستوري الخامس ولكن إن شاء الله نقول إن شاء الله أنه الأمور بتكون طيبة لأنه الجزء الخامس لو عطبوه من توي ستوري بيسيء لكل الأجزاء القديمة فديزني ممكن يلعبوها صح ويطلعوا بجزء مرة خارق وممكن يجيبوا أم العيد ويطلعوا لك فيلم وجزء خامس بريال فلما نشوف مدري لو تفتكرون بس زمان حكيت لكم عن فيلم سيرة ذاتية للرئيس السابق الأمريكي دونالد ترامب مش سيرة ذاتية بقدمة إنه إيش فيلم يحكي جزء من قصة حياة دونالد ترامب يا سلام عليكم إي وافتكرتوا الفيلم اللي اسمه The Apprentice الفيلم هذا يا جماعة يقال إنه ممكن يسبب مشاكل سياسية مرة كبيرة مش بشكل واضح وكذا على العلن الناس صيرت تضارب في الشارع لا ممكن يكون تأثير الفيلم هذا سياسيا داخليا وراح يظهر أثر على نتائج الترشيحات القادمة الأمريكية لأنه دونالد ترامب مترشح في الدورة القادمة هذه يبغي يصير رئيس أمريكا مرة ثانية يبغي يخلي أمريكا عظيمة مرة ثانية عموما ليش الفيلم هذا ممكن يسبب مشاكل سياسيا لأنه الفيلم هذا راح يتطرق لجزء من حياة دونالد ترامب وتقول بعض المصادر إنه الفيلم هذا راح يجيب فضائح مرة كثيرة لدونالد ترامب في حياته وبدايته في التجارة طيب خلينا نقول إنه إيش الفيلم مرة بيسيء لدونالد ترامب تدرون إيش اللي بيخليه مرة خطير أكثر إنه بينزل قبل ما تبدأ إيش الانتخابات يعني ممكن تشوف واحد أمريكي يروح يتابع الفيلم هذا ويقول أفا هذا دونالد ترامب والله ما روح يصوت له وصوت له الثاني ذي كمالا مدريش يسمى فممكن ممكن مش بالضرورة ممكن تتأثر نتائج الترشيحات بطريقة أو بأخرى وممكن ما يكون له أي أثر أصلا بس إذا في شي ممكن نفهم ويعني من الفيلم هذا إنه اللي قاعدين يصنعوا الفيلم هذا واضح إنه مقاعدين يحاربوا دونالد ترامب إيش اللي ينزل فيلم وفيه فضائح لحياة دونالد ترامب يعني الفيلم بيكون سيرة ذاتية ويحكي حقائق برضه بس بيزحلقو لك فيه كان فضيحة كذا كانت متخبئة في حياته وبينزلوا الفيلم متى قبل الترشيحات إيش الهدف؟ واضح إنه مقاعدين يحاربوا دونالد ترامب عموما يا جماعة أنا والله ما لي في السياسة ولكن على قد ما قرأت مؤخرا إنه أفضل مرشح حاليا هو دونالد ترامب البقية سباه للا أنيويز اللي بعده ديدبول وولفرين يا جماعة الخير خلاص الفيلم بدأ يبنشر إلى تاريخ هذا الفيديو قفل مليار ومائتين مليون دولار والأسبوع هذا ما زاد عليهم إلا ثمنتعشر مليون عساسة ثمنتعشر مليون قليلة يا وجيه يعني مليار ومائتين زيد عليهم ثمنتعاش كلام فاضي مليار ومائتين مليون بس خلاص يا جماعة يبدو إن المجتمع كلهم تابعوا الفيلم والفيلم جاب أرباحه ضرب خمسة عشر مدري كم خسروا عليه مائتين مليون وجاب مليار ومائتين ايش هذا خمنوا معا يا جماعة ايش الخبر الجميل اللي راح أنقلو لكم لكل عشاق مسلسلة الانيميشن انفينسبل واحد من أقوى الانيميشن اللي نزلت على أمازون برايم واللي تابعوا السلسلة هذه عارفين إنها حاجة مرة أسطورية أحب أقول لكم يا جماعة أنه راح يتم عمل فيلم حي لايف أكشن لهذه القصة أو لهذا الكوميك مش أنيميشن مش أنيميشن 3D ولا حتى إيش ستوب موشن لا حي فيلم حي ولك أن تتخيل لو تم اقتباس القصة بشكل دقيق وأخرجوها بشكل كويس بتشوف حاجة مرة خرافية هذا لو قدروا فعلا يخرجوا بفيلم صاحي لأنه الجمهور مرة مستاء أصلا جمهور الكوميك والانيميشن يقولك يا بويا ليه ليش تسوي فيلم حي ركزلي على الانيميشن أنت الانيميشن هو الانيميشن جالس تعطينا يا بالقطارة بدأ من أربع سنوات ما نزل منه لموسم ونصف استهبل علي يتا ولا كيف ولحين أبدأ خلي فيلم حي في النصف ليه والله يا وجهة النظر والله يا وجهة النظر أنا من الناس اللي طفشت من انفنسبل إذا ما نزلت حلقات كثيرة ما بروح أتابع وليش أعلق نفسي وتعب نفسي عموما يا جماعة الفيلم مرة بعيد إلى الآن كل الأخبار اللي طلعت كذا تنتيف يعني عمل حي لانفنسبل قيدة تطوير إيش في قيدة بس قيدة تطوير متى يبدأ ما في ولا أي معلومات والموسم الثاني من مسلسل سيد الخواتم يا جماعة أخذ تقييم مبدئي من النقاد على موقع روتين توميتو 85 يا شيخ روتين توميتو تبغاني أصدق روتين توميتو تضعك علي يا أبويا نزل المسلسل حبيبي نزل الموسم الثاني ونتكلم إنت تعرف إيش يعني الموسم الأول أخذ تقييم ستة من عشرة ستة من عشرة يا رجل أنا مش فاهم في الرواية وعرفت إنهم عطبوا أم 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 الاقتباس عموما كلها خمسة ستة أيام يا حبيبي بينزل الموسم الثاني بتنزل أولى حلقات ونشوف ونقول إن شاء الله نقول إن شاء الله يا رب إنهم اتعلموا من درس الفوضى اللي سواه في الموسم الأول وبس الله يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو الله يعطيكم الصح والعافية وبإذن الله نشوفكم في الفيديو القادم ايه أبلوا لايك واشترك في القناة لو ما كنتم يشترك وفعل جرس التنبيهات وتعال تابعنا على الموقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش جميع حساباتي موجودة في صندوق الوصف ما تنساش قناة القصص برضو موجودة في صندوق الوصف فيديو واحد أسبوعيا كل خميس ينزل بمشيات الله تنورني وتشرفني هناك اشترك وضبط المظبيل كما معكم الوجيه شوفكم في الفيديو القادم